اشتركوا في القناة وزير الوزراء وزير الصناعة وزير التموين وزير التمويل المحلية وزير الاستثمار مجموعة كبيرة من السادة الوزراء وزير الزراعة اتحاد الغرف اتحاد الصناعات الهدف حكتين مهمين جدا هي ضمان توفر السلع لان هو ده الوفرة هي اللي بتحقق انخفاض الاسعار واستقرار الاسعار فالجزئية دي الحمد لله عندنا لا يقل عن اربعة شهر ونص لأي نوع من انواع السلع الاساسية فيه سلع عندنا رصيد يتجاوى السنة ده بخلاف رصيد وزارة التموين اللي من ستو شهر وطالة فالحمد لله السلع متوفرة الاسعار مستقرة بقالها شهرين يمكن الاول مرة نشاهد انخفاض في اسعار الدواجن للأسف البيض لسه ما منزلش ده يمكن السلع الوحيدة اللي منزلتش انما الحمد لله جميع السلع متوفرة الحم اعتقد فيها انخفاض جميع السلع فيها يا استقرار يا انخفاض على حسب الموسم يمكن الحاجة اللي بعض الناس كانت اثرتها هي الخضر والفاكهة هناك لجنة مشكلة لهذا الموضوع حنبتدي اسواء اليوم الواحد الفلاح هيورد مباشرة لسوق اليوم الواحد حنبتدي مشروع تجريبي في الاسكندرية ده معونا فناي من الحكومة الايطالية لان ده حاجة بتنفس في الاتحاد الاوروبي كله وده حايدني في حاجتين نمرة واحد توفر السلع بكميات كبيرة وفي نفس الوقت خفض الاسعار لانه حلغي حلقات التداول وكمان حلغي الهالك انا عندي حالك حوالي 30% تقريبا في الخضر والفاكهة اللي اصير ايضا كان الاسعار بعض الخضروات اللي ارتفعت جدا ولكن ده ما بين عروتين ومع القلبات الجوية اللي موجودة ده اللي مغلي بقى اسعار البقدونس والشابت والناس بتشتكي منها بعض الخضروات ارتفعت ولكن هناك خضروات اخرى اسعارها ما زالت كما هي احنا يمكن البلد الوحيدة في العالم ان الخضار عندي زي البطاطس كان وصل في مرحلة انه اغلى من المنجا انما الحمد لله ان الاسعار كسلة سلعية مستقرة الى حد كبير سوء الواحد دي اول تجربة لها في سكندري هتكون المشروع التجريبي في الاسكندرية ثم هنبتلي نتحرك لكافة المحاصلة امتى يا دكتور عام دي هتقبى ان شاء الله في اواخر شهر اكتوبر طيب يعني ايه سوء واحد مهم الناس تعرف سوء اليوم الواحد حيقبى مكان متميز زابت ده حيقبى مرة في الاسبوع حندي معونة فنية للمنتجين للفلاحين الصغيرين ازاي ان هو يخزن بضاعته زيين البضاعة زي يعرض البضاعة زي يبيع البضاعة وده حيغطي الخضر والفكهة وكافة السلع الغذائي يعني مثلا في سكندريحي موجود اسماك على حسب المحافظة حيب السلع الاساسية الموجودة حنساعد الفلاحين اللي بينتج لبن ان هو ينتج جبنة وازاي ان هو يعبيها بطريقة صحية وجاذبة للمستهلك وبالتالي حنقدي لخفض الاسعار مرة اخرى تكده بتربي منتج جديد وبربي علاقة بينه وبين المشتري مباشرة بشكل مباشر ده هيعمل انخفاض للاسعار ده هيعمل انخفاض وإتاحة اضافية وإتاحة اكتر طب ده هيل اتمنى يا رب تبقى التجربة يعني اكيد هتنجح ان شاء الله وفي نفس الوقت احنا في منتصف هذا الشهر اللي ابتدى النهاردة حيب عندنا المبادرة العودة للمدارس ايوة لان طبعا القصة المصرية كلها بتشتري بتنتظروا الحقيقة بتنتظروا وفي نفس الوقت يمكن السنة دي فيه بعض التعديلات اللي عملناها في المبادرة احنا نزلنا اعلانات في الجرائد بعتنا استخدمنا السوشيال ميديا لكافة المنتجين والمستوردين لكافة السلع مش بس المدرسية يعني منتكلمش عن الكشاكيل والسلع المدرسية والحاجات المكتبية انما مدخلين الكمبيوتر ومعاها بنوك لتمويل شرع الحاسبات الالية ومستلزمتها مدخلين مستلزمات المدرس نفسه اللي نسميها التيتشينج ايدز اللي هي المعونات او الاليات اللي بيستخدمها للتدريس حتقبها متوفرة وده في السبع وعشرين محافظة ده هناك لجد ده جديد السنات ده احنا بقالنا كالسنة بنعمله واكن الجديد الحاسبات الالية وحاجة المدرسين ويمكن دولة رئيس الوزراء في اخر اجتماع كلف معالي وزيرة التنمية المحلية للتواصل مع السادة المحافظين لتوفير اماكن دائمة يقبع عندي العودة المدارس اهلا رمضان اهلا بالعيد المبادرات المختلفة وما بينها هتقبع سلع مباشرة من المنتج للمستهلك في مكان سابت المحافظة هتوفره الغرف التجريها ستكون بانشاءه وادارته وبالتالي قدر وفر سلع مخفضة طول السنة ده كلام عظيم احنا عايزين نشوف ده سريعا على الارض حنشوف الاول اهلا المدارس بالشكل الجديد الاول مرة بينزل كمان 15 يوم اعتقد تقريب احنا بنزبطه مع المرتبات يعني دايما بنعمله بدايته دايما بالراعي ان يكون المواطن معه فلوس ما مش مقاله عمله الحاجة والفلوس مش موجودة فبنبتدي مع المرتبات واحنا متوقعين يبقى فيه تبكير لسداد المرتبات الشهر ده الشهر ده حيبقى في منتصف الشهر تقريبا وده اللي حنبتدي فيه ان شاء الله وده اللي حنبتدي بعد كده فكرة السوق الواحد دي هتبقى عبقى راجد وفي نفس الوقت يمكن نبتدينا بتجربتين محافظة الغربية ومحافظة أسوان ابتدوا معرض العودة المدارس كتجربة بحيث بنشوف ايه المشاكل ايه المعوقات عشان لما نوسع على مستوى المحافظات نقدر نحل المعوقات اللي شفناها في المحافظتين هروح لنقطة تانية واذا ربما أرجع للنقطة دي بس النقطة التانية في غاية الأهمية لأنه لفت نظري يا دكتور علاء اجتماع رئيس وزراء العراق معلمهم وإحنا هنا وبنتكلم عن الشأن الداخلي والشأن الداخلي لا ينفصل خالص عن الشأن الخارجي لما بتكلم في توفر سلع ولما بتكلم في جودة وبتكلم في حاجات كتير فأنت كمان كمصري محتاج أن انت تصدر ومحتاج أنه يبقى فيه تعاون ما بين دول كتير اجتماع رئيس وزراء العراقي معاكو كان في غاية الأهمية هعرف منكو من حضرتك اتفقتوا علي يمكن اجتماع دولة رئيس الوزراء تم تنظيمه من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية جبنا قادة الشركات اللي بتعمل في العراق اللي لديها مشاريع كبيرة جبنا الشركات اللي لديها فرصة في التعاون مع السوق العراقي وإحنا يمكن يعني مش بالضرورة كل اللي بيشتغل في العراق هو اللي هيشتغل في الاستثمار ده ممكن دخلنا شركات جديدة لان فيه قطاعات يا مثلا كمثال العراق بتستورد 3 مليار دولار أدوية 10% فقط لا أدوية من العالم 10% فقط بتنتج في العراق وبالتالي هناك فرصة ذهبية لشركات الأدوية المصرية ولكن احنا يمكن التوجه اللي احنا بنبصله العراق شريك استراتيجي على مر قرون عديدة وبالتالي احنا بنبصش على اننا أصدر فقط ما ببصش العراق كسوق فقط احنا بنبص لشراكة شراكة بمعنى العراق خلال يمكن الـ 20-30 سنة اللي فاتت هناك عدد كبير من المصانع التي لا تعمل أو تعمل بطاقة محدودة جدا أو بتكنولوجيا قديمة جدا التوافق مع دولة رئيس الوزراء ان خلال الاسبوع القادم هيبعت لنا كشف بكل هذه المصانع اللي موجودة في العراق اللي موجودة في العراق هنعرضها على الشركات المصرية هطلع بمكونات من مصر هياخدوا هذه المصانع يطوروها واصنع في العراق للتصدير لدول الجوار وبالتالي زودت صدراتنا سويا خلقت فرص عمل للدولتين وبالتالي خلقت تنمية في الدولتين ما منبصلهاش كاتجاه واحد لا في الاتجاهين في نفس الوقت يمكن في مجال السسمير العقاري ومجال البنية التحتية دولة رئيس الوزراء كان فخورا بكبري أنشئ خلال أقل من ثلاثة شهر بأيدي مصرية شركة مصرية هي التي أنشأته في نفس الوقت هناك عدد كبير من المشروعات اللي الشركات المصرية بتقوم بيها النهاردة للتنمية في العراق في أكتر من 200 فدان مدينة سكنية بتنشاها أحد الشركات المصرية هناك شركة أخرى بتقوم بإنشاء منطقة صناعية كاملة في العراق في العراق هناك عدد كبير من الشركات داخليه في مشاريع الكهرباء والطاقة الشمسية في شركات في مجال البترول وبالتالي الفرص واعدة وده يمكن السبب إن معالي الفريق وزير الصناعة والنقل سير أسوافت يوم تسعة يعني خلال أسبوع تقريبا ردا على زيارة دولة رئيس الوزراء بشركات مصرية في مجال البنية التحتية وبنضيف ليها دلوقتي شركات في المجال الصناعي بصوته مسؤولي الوزارتين لفتح أفاق للتعاون يمكن أهم أسبوع اللي جاي على طول أسبوع اللي جاي وأهم حاجة سيد الفريق كامل وزير خلاص قرر والمشروع بقى موجود أو المطلوب منه أو اللي هو عاوزه موجود إحنا جمعنا جميع المشاريع التي ستطرح من الحكومة العراقية دي دولة رئيس الوزراء أتاح لنا هذا الكشف تم توزيعه على الشركات المصرية بحيث أن كل واحد يبرايح مذاكر هو رح يعمل إيه في نفس الوقت من خلال اتحاد الغرف العراقي بنوضب لقاءات بين الشركات المصرية ونظراءهم العراقيين عشان يبقى فيه تكامل بين الاتنين لأنه برضو صعب أن أنا أخش دولة جديدة دون شريك محلي في هذه الدولة وإحنا هدفنا التنمية وبالتالي التعزيم فيه مشروعين يمكن مهمين بيتعملوا حاليا معالي وزير الاستثمار كان تناقش مع دولة رئيس وزراء العراق في إنشاء مركز لوجستي في العراق يخدم على العراق يخدم على سوريا يخدم على الأردن ينزل على السعودية وبالتالي أقدر أبعد البطاعة المصرية بتكلفة شحن قليلة مش مستعجل نبعتها بسرعة بتكلفة عالية تتحط في هذا المركز اللوجستي ثم يتم بيعها في السوق العراقي وأسوق الدول الجوار سكة جديدة لطرق الإمداد دلوقتي بنبص لي وسائل الإمداد مختلفة للدخول للعراق الطريق الطبيعي هنا بطلع من العقبة يعني من نويبة على العقبة بالعبارة ثم بري لحد العراق ده بضطر أغير اللواري وأنا على الحدود مع العراق ففيها بعض المشاكل هناك طريق آخر عن طريق تركيا عن طريق مرسين هناك طريق مباشر للعراق غير الطريق البحري طبعا اللي أنا بروح عن طريق الخليج وده مدته أطول أطول ولكن البري هو الأرخص وبنعمل على تطوير هذه الطرق عشان نقدر أن احنا نوصل بضعة بتاعتنا بأسرع وقت ممكن بأقل تكلفة ممكنة هاي ده بين الإمداد الجديد ده الجديد لسه حيبدأ ده حيبدأ بينين يدراسات بتاعته وبينين يتفاوض بين شركات النقل سواء بحري أو بري المختلفة اللي نقدر أن احنا نحرك بيها هذا التواري هاي يعني اجتماع رئيس الوزراء العراقي كان قريبا مع حضرتك لكنكم فعلتوا على طول هذا اللقاء والترجم حالتك اللقاءات السياسية لو ما ترجمناهاش لأفعال فورا الكل بينسى الكل بينسى فالقالية الفاعلة والنجزة هي أن فعلا نبتدي نتحرك يمكن دولة رئيس الوزراء العراقي كمان أصار نقطة مهمة للشركات المصرية أن من الممكن أنه يمنح ضمانة حكومية تستخدمها الشركة المصرية للحصول على تمويل من الهيئات الدولية المختلفة بنتكلم على البنك الدولي بنك التنمية الأفريقي بنك التنمية السنديق العربية وغيرها ودي تقبأ آلية مهمة جدا خصوصا في المشاريع الكبيرة زي البنية التحتية صحيح بعد اللقاء رئيس الوزراء العراقي مع دكتور علي أعزي والغرف التجارية ومجموعة كبيرة من الوزراء كان التفعيل زي ما حضرتكو سمعته سريعا جدا طب في زيارة قريبة ليهم للصين حيروح يعملوا إيه في الصين بعد الفاصل ترجمة اللقاء كانت سريعة فيما يتعلق رئيس الوزراء العراقي مع الغرف التجارية ومجموعة الوزراء اللي حكينا لحضرتكو عنه طيب زيارة الصين ليه وإمتى فضل دكتور علي زيارة الصين هذا الأسبوع ده دولة رئيس الوزراء طالع ومع مجموعة من السادة الوزراء ده في إطار القمة الصينية الأفريقية وإحنا يمكن أهمية القمة الصينية الأفريقية إن هم استخدمين خمس مداخل لأفريقيا شمال أفريقيا غرب شرق وسط وجنوب وإحنا المدخل ليس فقط لشمال أفريقيا ولكن أيصاً لوسط أفريقيا لأن سيد الفريق يخلص دلوقتي الطريق اللي من سفاجة إلى تشاد وبالتالي يفتح لي الدول الحبيسة اللي كلها اللي في وسط أفريقيا في طريق يخلص دلوقتي من سفاجة إلى تشاد خلص الجزء اللي في مصر وفضل جزء حوالي 80 كيلو تقريباً إن هو يوصلنا إلى تشاد ده حيفتح لي أسواق تصديرية ضخمة لدول كان بتستورب بالطيارة النهاردة هتستورب بري من خلال مصر طبعاً الأولياء ستكون المنتج المصري ولكن هتحول مصر للمركز لوجيستي يهم جداً للدخول لهذه الأسواق بالنسبة للصين طبعاً العلاقة بين فخامة رئيس عفتاح السيسي وفخامة الرئيس الشيء رئيس الصين علاقة يمكن الزيارات المتبدلة متعددة مصر محطة رئيسية في مبادرة الحزام والطريق اللي دخل على أوروبا والبحر الأسود ومنها إلى المحيط الأطلنطي وأمريكا الشمالية عندنا التعاون السنائي بيننا وبين الصين أكبر ما يمكن ولكن هناك علاقات أخرى نشأت خلال الفترة القصيرة الماضية إحنا شركاء في منظومة البريكس وبالتالي هناك فرص للتعاون أيضاً إقليمياً هناك بنك التنمية الصيني هناك بنك الجديد التنمية الجديد يمكن ده أطلق قريباً مؤخراً في مصر وبالتالي هناك آليات متعددة للتعاون مع الصين ليس فقط في المنتج اللي احنا نشتري من السوق مش هو ده اللي بنتكلم عليه احنا بنتكلم على إنشاء مشروعات كبرى بالتعاون بين الشركات الصينية والشركات المصرية سواء في مصر أو في أفريقيا بنكلم بنية تحتية محطات كهرباء محطات نية مطارات هذا شغل تقيل بقى فده فرصة قوية جداً للشركات الصينية مع الشركات المصرية اللي موجودة أورادي في السوق الأفريقي بمعدتها بأفرادها وبالتالي فتح أفاق هذا التعاون من أهم ما يمكن مصر بتصطديف وبترأس اتحاد الغرف الأفريقية رئيس الاتحاد أحمد الوكيل هو رئيس الاتحاد الغرف المصرية أنا أشرف إن أنا أمين عام هذا الاتحاد وبالتالي عندنا قليات من أقوى ما يمكن للولوج إلى السوق الأفريقي دي بنتح لشركاءنا من مختلف دول العالم أنشأنا غرفة صينية أفريقية داخل الاتحاد عندنا إلى جانب اليابانية الأفريقية والأوروبية الأفريقية والعربي الأفريقية هدفنا هو التعاون السلاسي شركات ذات تكنولوجيا أو تمويل مع شركات مصرية تدخل السوق الأفريقي سواء بالتصنيع في مصر للتصدير لهذا السوق أو في مشروعات بنية تحتية كشراكة بين الاتنين هايل بعد عودة الصين حيبقى ما ترجعوا من الصين بالسلامة حيبقى لينا لقاء نعرف بردك إن شاء الله يسر دكتور علاء ما ينفعش حدريك تبقى معايا وعينعم الوقت دايا لكن عندي سؤالين أسعار العربيات هترخص أمت؟ أسعار العربيات حاليا هي بسبب الندرة وليس بسبب سعر العربية أي سلعة في الدنيا لما بتنقص سعرها بيعلى دا ألف دي أليات السوق وليه في ندرة؟ في ندرة لأن حاليا استيراد العربيات محدود إلى حد كبير في نقص في الاستيراد الإنتاج بتاع المصانع المصرية مو دلات معدودة طلب عليها يمكن متغطي أو مغطي السوق ولكن هناك مو دلات أخرى السوق عاوزها وحاليا غير متوفرة متوقع أن يمكن على نهاية هذا العام أو بداية العام القادم نبتدي يقبى فيه وفرة في العربيات وبالتالي يبتدي الأسعار تستقر مرة أخرى وفرة من خلال فتح الاستيرادها الاستيراد وزيادة التصنيع هناك عدد كبير من الشركات اللي ابتدت دلوقتي تصنع أيضا في مصر يعني غير الموديلات اللي احنا متعودين عليها بيتم تصنعها هناك شركات في مجالات مختلفة مش بس عربيات الركوب ولكن العربات المايكروباس وعربات النص نقل هناك عدد كبير من الشركات في مجالات قريت أنه فيه يعني كان معالي رئيس الوزراء عامل اجتماعات مع شركات عالمية ليكونوا موجودين في مصر بس الشركات دي عشان تبتدي تنتج معناها وقت لسه يبني مصنع ثم يبتدي ينتج دول بنتكلم على من سنتين وطولة إنما ويمكن الجزء الآخر اللي هي توجيهات فخامة الرئيس هي العربات الكهرباء لأن دين عندي ميزة نفسية مش لسوق المحلي فقط ولكن للتصدير وبالتالي زي ما أنا في الأوتوبيسات واللواري اللي هي البودي بيلدينج دي أنا متميز فيها وبصدر فيها العربات الكهرباء لدينا فرصة متميزة للتصدير فيها فيمكن التوجه في المرحلة الحالية على السيارات الكهربائية يبقى فهمت من كلامك أنه صعب العربية ترخص لا مش صعب كل حاجة هترخص يا فندم ولكن قدامنا فترة يمكن على آخر هذا العام أو بداية العام القادم مع الوفرة اللي هتتحقق أن أنا تبتدي الأسعار تستقر الأدوية أدوية قصة الأخرى السوق عشان الأدوية مزمنة حارتك المشكلة في الأدوية أن الأدوية وهو يمكن سبب منطقي الأدوية من ضمن السلع المسعارة جبريا مصنع الأدوية أو مستورد الأدوية بيبعت تكلفته للهيئة العمل الدواء وبيبتحسب السعر بتاعه والسعر ده بيتطبع على العلبة وده بيقبل سعر مسعر جبريا زيها زي المتجاز زيها زي العيش زيها زي الكهرباء الحاجات اللي الدولة بتسعرها اللي حصل أن مع انخفاض سعر الجيني قصاد العمنات الأجنبية في الفترة طويلة ماضية هناك عدد كبير من الأدوية اللي خامتها مستوردة بقى غير اقتصادي أن المصنع ينتجها بقى بينتجها بخسارة فالمصنع ابتدت تتحمل هذه الخسارة لحد ما بيت أرقامها كبيرة فتوقفت عن إنتاج بعض الأدوية الدولة شكلت لجان بتعيد تسعير الأدوية النهاردة بقى عندي حتى مشكلة من إعادة التسعير أنه بقى ممكن في الصادرية الوحدة نفس الدواء بيباع بثلاث أسعار بقى بالضبط إمتى حتظبط الحكاية؟ مع إعادة التسعير لكافة الأدوية تقريبا على أدوية وأقول لحضرتك ليه ده من أهم ما يمكن لأن أنا النهاردة دواء 8 جنيه تكلفته بقيت جنيه 20 قرش المصنع أوقف لو ما أعدتش التسعير أعمله بجنيه ونص البديل اللي قدامي هو الدواء المستورد اللي بستورده بالدولار اللي ب10 جنيه فكده بقى المواطن بيدفع أكتر الدولة بتخسر دولار وبالتالي هو من مصلحة الجميع إعادة التسعير إمتى ده حيحصل دكتور عليك؟ هو جاري جاري حاليا جاري وإعادة التسعير بتتعامل على التسلسل بتاعها الأدوية الهامة هي اللي بتتعامل بأسرع ما يمكن يليها الأدوية الأقل أهمية أولا لها بدائل وده شغال خلال قد ايه؟ طبقا لما أعلنوا دولة رئيس الوزراء أن خلال من 3 ل 6 شهر سيكون هذا الموضوع انتهى تماما شكرك شكرا جزيلا شرفت بيك دكتور عليك شرف ليا يا فن شكرك شكرا حضرتكم شوفك بكرة على خير مع التحيات يا عزة مصطفى وإلى اللقاء شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا